المرجا المرجا هي الأصل والباقي تقليد المرجا مدراسة المرجا مطعم المرجا ترفيح المرجا رياضة المرجا هي المغرب ديالي المرجا هي كل شي المرجا أسلوب حياة شحل ما عودت على المرجا ما غاديش نوفيها حقا الناس اللي ما كبروش معاها ما كبروش فيها تتبليهم غير قلتة كبيرة ديال الملخانس هي فعلا حفرة كبيرة المدية لها كحل زحل بحل القطران ما يمكن تشوف التخيصية والريحة فيها تتعطع طب حل ريح تلموت أنا متأكد أنش حال من جود تمد فونة المرجا كانت عامرة بجميع القادورات والحيوانات والحشرات الضرة بيوفي ديال الوصاخة والأمراض منين نبدو فين غنسالي كين شي تجاريب في الحياة صعيب تترجم الكلمات خاصة تعاش نهار كان راجل اختيتي دبح الفروج للجنون ديال الدار عشت أول تجربة مرجاوية حب من أول نظرة العشوائية طوطال كان في ديكل وقت عبعالي هو صعصع ديال شباب الدرب آه عبعالي اللي منوجتني لانسبغاسيون ديال شخصية عبعالي عبعالي كان ولد وحدة من دوك العائلة الجوج اللي مستواهم لمعيشي حسن منا كاملين ابا كانت يخدم في وزين سكار وبالتالي حياتهم ما كانش مصو سبزايد عبعالي هو التجسد ديال الاستثناء يثبت القاعدة وخا كان عايش في جهة الشنطي الجهة الأقل تشرميلا كان قلبا وقالبا ابن المرجى كانوا دارهم تيشوفوا غيف المناسبات والتفل المناسبات تيدير غير زبايل عبعالي استحق مذكيرات دياله بوحده ولكن غير باش تفهموا هاد العاهة الاجتماعية غنعطيكم الشنطي عبعالي بالإضافة أنه كان أكبر شفار في الدرب كان مجر جربة في الكوميساريات بسبب الاعتداءات الجنسية المريضة ربما أقود وحده يلي دار فول جارتهم الصغير ادى معاه واحد النهار للمرجى قال لي هنعلمك حراسة المرمى مين وصلوا تماما دفعوا طيحوا اهتكليه العرض دياله بعصادي الشطابة وحاولينيقوا في المرجى يغرقوا جاب الله كانوا شجوات دايزين من تماما وبالهم الخوات عبعالي قال لي هم كان غيرتي يعلموا كيفاش يتلح على كورة وخدر مجهود خورة في باش تيق عبعالي صعيب تصرط ليك حارس مرمتي يتلح على كورة عريان ومخشية فيه الشطابة البرهوش عاود القصة كاملة من بعد شحالو والدين عبعالي تيزاوقو يدهنو السير باش خرجات العاقيبة بخير وبقى عبعالي حرا طليقا باش يدير جرائم اخرى وش اللهو ملي دار عبعالي كان هو العقل المدبر ديال كل عمليات المرجى نهارض بيحلف الروج كنت انا ما زلت هلف يلا تعرفت على خانانة وعازيز ولد ماشي حيت عازيز خايب مو كانت تتكمل قره وكل شي تيقول عليه وحيت حنا البرهش زوينين ومربيين كنا تنسمي وهولد مع الوقت ولت عادية لدرجة ان عازيزي لعيدتي عليه عازيز ما يدورش بكترس مولف اللقب دياله الاخر عازيز كان مريض بالقلب ارقيقه تيسخف بالخف نورمال مون دريب حالو كان من المفترض الانتقاء الطبيعي اللي كان عدنا في التربة يقضي عليه ولكن اللي شفع عليه هو انه كان تيسرق لمو وينستون كان هو المزود الرسمي ديال الغار اللقاء مع عبعالي في داك النهار كان مهم واضطرف بزاف دلعيبات في حياتي عبعالي كان طويل علينا هو الوحيد اللي تيلبس ليفيس تيحاول ديما يكون آنيق اهدرتو تسعود و تسعين في المية تقدر تكون غير تسعين في المية ولكن انا مغريب اخسني نقول تسعود و تسعين اهدرتو تسعود و تسعين في المية على الجينس ماش يدكش اللي على بالكم تيك الهدراء العادية على المرود والميكحالة عبعالي كيف ما عرفتم من الجرائم دياله دري ديفيرو مختلف عندك كورة اول جملة سمعتها منه قلت ليه لا ما عنديش وهو يقول لنا يلا اللعبو ترنوه مو سابقة ما فهمت والو شنو تتلقى بكورة اه يلا تلقى بمانا فين؟ المرجا المرجا ما تتعرفش المرجا لا فين ساكن دار غضيفة انت اول دماغ مغطيني شنو؟ عبعالي كان بحلقة ما بيقمعش دماغهم فلاشي غير طلبت منه يشرح شنو تيقصد بدتي عاود قصة جنسية بدتي عاود قصة جنسية واحد السيدة رجلها كونونير كونونيل كان رجلها غيتيمش لخدمة تدخل قرد جامعها وهي تحمل بقرد و رجلها قتله إلا جاتكم هات القصة فشكل راه هذا غير مثال من آلاف الأمثلة عبعالي كان مكينة دي القصص الخليع الجنسية وصلنا للمرجاء هدفهم تلقالب مكين لك وراء لاستزرع غير مدورين علي السمطة بغوني نمشي معهم يوريوني العالم الموازي اللي كانوا عايشين فيه كل شي بدأ ينصل بقوا غير سليبات والمشلانات المشلانة هي صندالة ديال البلاستيك متقبة معروفة كذلك باسم نايك شراجم أو حلومة عبعالي اعطى صافرة انطلاق الألعاب الأولمبية المرجاوية الغطس القفز تراشق بالحجارة ومطاردة الطبات في الأول الدهشرة تبقيت غير حل فمي لكن الدهشرة طارت بعد دقائق قليلة لأجد نفسي بتباني الأبيض سليب البيض بين أحضان المياه الخرائية القاتمة لتبدأ حياة جديدة في المسيح أقصد حياة جديدة في المغرب تقويم جديد الحياة قبل المرجا والحياة بعد المرجا كل شي مختلف منت تكون تماما تلوقت مرون تقدر تدوز يومين بلا نعاس تجيك بحالي لدوز تغير نصنهار الغطس اللولا ديالي كانت هي المعمودية واللي جزء من مرجاوة عائلة جديدة كل شي فيها مباح والمرجا هي اللي جا معنا وتتوفر لنا أي حاجة احتاجناها بغي تتلعب كين فين جري كين فين تعوم تعلق تحنقص تقتل الحيوانات أو تصيدهم كين فين تخرى فين تبول فين تستمني فين تفرح القريد إن استطعت لي ذلك سبيلة بغي تتاكل كين العشلوش غير مشتت زائد أعشاب أخرى بنينة مع مريع عرف تسميزها كيفاش بنينة وهي كابرة في الخماج علم ذلك عند ربي في كتاب بغي تتدابز كين جميع المستويات في المحاربين من عزيز والتل تلها مجمور الصور زائد هاد الخيرات المرجاوية اللي كنا تنستفدو منها يوميا كانت المرجا مكان اللقاءات الموسمية فعيشورة مثلا خرات على جدبهم الطلوريات دو كلتي تصلحوا إطارة الصيارات تنطلقوا مع قعل أوس والخزراج من الدروبة المجاورة وفين ما كان شي طموبيل على برات تنطلقوها القمة اللقاء الموسمية هي شعالة ولكن ساودك شعالة ديال بالعاني الشعالة ديال مرجا كانت تجيب البوليس والبومبية تنجمع عشارات الروايط وتنشبكوها عوافي العافية كانت تفتح لنا الباب للعبة من العابنا المفضلة تنديروا دوارا كبيرة على الشعالة كل واحد فينا هازوا حط حداكم شديا للحجر الكبير طباتي خافوا من العافية تبدوا يخرجوا بحالي أجوج ومأجوج آرحالك ديك الساعة تنديروا لهم كيف مدروا الصحابة الماعز بن مالك العجيب في المرجاة هو أنها تترافقك في حياتك كاملة كل ما كبرت في السن كل ما تتلقى فيها شي حاجة مناسبة لك المرجا معمرها تخونك تتكبر شوية تتوليت ما يخلع لنحكها لأسلك النحاسية والقراعي ديال الروج تتوليت استعمال المرجا برتوش أو سكان مؤقت والشباب اللي تأهلوه مشوا بعيد في الإجرام واللات عندهم المرجاة هي القاعدة هي طورة بورا ديالهم اللي ما يقدرش الأمن يلاحقهم فيها 14 سنة ما مشيت للمغرب إلا بقيت بالعمر ومشيت أول مكان غنزوره بعد القبر ديالختي اللي ماتت العام اللي فات هو المرجا وصلتني أخبار أنها تتبتلات كيف ما كل شي تتبتل ولكن ما تهمنيش وخيبني وفق المرجا ألف حيط غتبقى المرجا هي المرجا في قلبي وذكرياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر